السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا كلب يسمعني معكم من الصلاة الصفاء من قناة يتوقف يسمعنا الأول مرة في الفيديو لا ينسى تشتركوا في عالينا الجرس حباركم في قنوات أخرى عندنا قنوات تيوك معرفة قناة تيوك شورت غيرها من قنوات تيوك قناة تيوك ليست قناء واحدة بل أكثر من قناة أتمنى أنكم اشتراك أكيد هل تستفيدوا لو اشتركتوا في قنوات تيوك فضلا وليس أمرا اه وكمان ما تنسى شرين تتعملنا اللايك والاشتراك اه وتفعيل الجرس اذا كنت يعني حاببين تشوف وتشاهد فيديوهات القناة اه اول بأول اليوم بإذن الله وضعية اه حل الوضعي الانطلاقية للمقطع الاول مقطع قضايا اجتماعية لسنة 4 متوسط اه لغة عربية السياق عندنا السياق والمهام اه السياق بدأ تفشي في محيطك الاجتماعي اه والمدرسي بعض الافات التي تسيء اه التي تسيء على العلاقات الاجتماعية والمدرسية اه قد تقضي على قيم الشباب فأثر ذلك في نفسك وعزمت على ان تقوم بعمل تحسسي اتجاه زملائك تدعو فيه الى الانتباع لهذه الافات الاجتماعية الخطيرة فقمت بتشكيل افواج تعالج هذه الظاهرة ويصال رسالتك ويقنع زملائك المهام انجز رفقة زملائك قصة اجتماعية وبحث عن المعلومات المناسبة ضع هي كلن القصة محددا محددا ابطالها والطور احداثيها وشخصياتها هنا احنا نتكلم عن اهفة اجتماعية اهفة اجتماعية ذكرنا هنا اهفة التشرط اهفة اجتماعية اهو قصة قصة عن افة اجتماعية اهو يريد هنا قصة اجتماعية موجود في قنوات تيوك قصص كثيرة عن افات الاجتماعية يعني اذا اردت اي قصة غير قصة التشرط اكتف البحث قصة عن كذا زائد اسم القناة قناة تيوك هتظهر لك كل القصة اللي انا منزلها عن الافات الاجتماعية تمام اه نقرأ كده القصة يوسف طفلا مشردا اخذته ظروف معيشته القصية الى التشرط فعاش اوضاع كارثية صعبة كان يوسف يقضي اياما مشردا يفترش الارض يفترش الارض في الشوارع او في الحضايق العام او تحت اسقف المنازل المهجورة عاش معانا ما بعدها معانا وقد لجأ الامر قد لجأ بي الامر الى الجلوس على الرصيف بجانب المهملات القذرة بجانب المهملات القذرة يبحث عن طعام يرتدي يوسف صاحب العشر سنوات ثيابا بالية وجزءا منها ممزق به الكثير من الغبار وشاحب الوش وبالرغم انضع فيه الا انه يعتمد على ذاته فقد كان يلجأ الى العمل المتعب والشاق الذي كاد ان يقتله وذات يوم قابله شاب طيب عندما رأاه وانتلأ قلبه حزنا عليه فاقترب منه وقال له ما اسمك واين والديك وعائلتك رد يوسف اسمي يوسف وتخلى عني والدي ولم اجد احد يساعدني فانا اعتمد على ذاتي لأحصل على قوت يومي واصبر على الفقر والمتعب قال الشاب تعال معي انا اساعدك ستذهب معي لتناول الطعام والشراب واعطيك ثيابا جديدة ثم اخذك الى مؤسسة تحميك من نار التشرط وتعلمك وتطعمك وتحفظ حقوقك وفي الاخير وافق يوسف على مساعدة الشاب وبهذا انقذ الطفل على مساعدة الشاب له مساعدة الشاب له وبهذا انقذ الطفل يوسف من الوقوع في الضياع والحرمان قصة عن التشرط مقطع قضايا اجتماعية انما طبعا هنجد انه متنوع بين السرد الوصف الحوار سرد ووصف حوار ثلاث انماط في القصة بسرد لفعال المواضية وانصر الزمان للمكان والشخصيات وغيرين مؤشرات للسرد والوصف هنجد التعبيرات المجازية والصور البيانية والاحوال والنعوض اضافات وغيرها هنجدها في القصة والحوار الحوار بين الشاب والطفل يوسف اترك فراغي البداية خالص بداية الموضوع بداية القصة بياض مثلما قلت بداية الفيديو اذا اردتم اي قصة عن افات اجتماعية غير التشرط اكتبوا في البحث اسم القصة او الافة اللي انتو عايزينها وزايد اسم القناة هتظهر لكم مباشرة جدامكم انا منذ العام الماضي قصص قصص كثيرة عن الافات الاجتماعية لسنة رابعة متوسط وسنة تالتة ايضا بنمط سردي وصفي حواري التزموا بعلمات الترقيم عند كتابة الموضوع نالتزام بعلمات الترقيم عند كتابة القصة قال الشاب نضع نقطتين فاصلات ادي فاصلة 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 وغيرها نقطة في نهاية القصة اه والفاصلات وقال عند قالة قلت يقول اه نقطتين السؤال السليب السلوب استفهام السليب الانشاية نضع هنا السلوب الاستفهام نضع لم تلاستفهام ما اسمك وعين والدك وعائلتك لم تلاستفهام ردا يوسف نضع نقطتين كلها تبع علامات الترقيمة وعلامات الوقف اشكركم شكرا جزينا لحضراتكم لا تبخلوش لنا باللايك والاشتراك احنا بندعمكم دائما ونكتب لكم كل ما هو جديد اه ولكن اريد منكم الدعم ايضا انتم تدعموا القناة وتشتركوا في القناة اذا كنت او مرة تسمعني واللايك بتاعكم والكومنتات واللايكات بترفع الفيديو واذا تستطيع وتشيروا الفيديو شارونا الفيديو دعم لنا وكمان نستمر ان نشهركم المزيد ان شاء الله اراكم في الفيديوهات القادمة دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة